من نجاح كبير اختتمت فعاليات الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب أكتر من 3.5 مليون زائر وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة وبيع الإصدارات بشكل غير مسبوك على عكس التوقعات خلينا نتعرف أكتر على حصاد المعرض من الأستاذ مروان حماد المنصق العامل بالنامج الثقافي بمعرض الكتاب صباح الخير عليك يا سيد مروان منوارنا أهلا وسلم صباح الخير على حضرتك وصباح نوري فن صباح الخير ونشكر دعمكم دعم الإعلام المصري لهذا العرص الثقافي الكبير أهلا وسهلا بكم شكرا لحضرتكم 3.5 مليون زائر ايه المختلف في الدورة 54 يخلينا نجيب هذا العدد الكبير جدا من الزائر بسم الله الرحمن الرحيم طبعا دي دورة من الدورات المتميزة جدا اللي شاهدتها عبر حضوري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب كماهير الغفيرة التي أتت أعطتنا درسا حقيقيا أن الأسرة المصرية ما زالت تبحث عن هويتها داخل الكتاب وداخل معرضها الذي إذا نظرنا إليه نظرة إسقاطية سنجد في كل ركن فيه ينطق إشعاعا ينطق حقيقة تبعث رسالة إلى الآخر تقول إن مصر حين تكون الأزمات فإنها تأتي بإجابة غير متوقعة تماما ما عملنا عليه الحقيقة قبل المعرض من برامج وغيرها بتنسيق مع جميع الذين كانوا فاعلين داخل المعرض كانت نتيجته وهذه النتيجة التي أبهرتنا جميعا الفعاليات وغيرها من الأشياء التي كانت تقدم كانت تقدم بمحبة لهذا الوطن كل كان يعمل وهدفه في الأساس أن يكون المقبل على المعرض يجد كل ما يرغب فيه داخل أي ركن من أركام المعرض حتى لو أتى وحده أو بأسرته في رحلة ترفيهية داخل المعرض حتى الترفيه الثقافي مبتغى من أهدفنا التي نضعها ونحن نضع خطط المعرض الفعاليات كانت كثيرة بالتبعية يعني إيه 500 فعالية يعني إيه قعدتوا تفكروا في 500 فعالية وتشوفوا إزاي حتدار ومواضيع وتحطوا عنوين أساسية كده للندوات أو للتوقعات الكتب أو للقراءات أو للعروض أو للعروض الفنية أو للعروض الشارع أو كل الحاجات دي إزاي قعدتوا تعملوها و500 فعالية هو طبعا صناعة هذا الحدث لا يأتي من شخص واحد وإنما يأتي من فريق عمل كبير يساهم فيه كل فرد وعصف ذهني بالتفكير ما الذي يطلبه القارئ وما الذي يطلبه المستمع والمشاهد داخل فعالية المعرض الأسماء التي أتت وحضرت وشاركت في معرضها معرض مصر معرض القارئ للدول الكتاب كانت تأتي وحينما تنظر إلى داخل المعرض وهذا الجمهور كانت تفتخر للحقيقة يعني كم من شهادة سمعتها بيذني من قامات مصرية حقيقية كانت سعيدة جدا ودعني كثير من الناس يقولون أن الانتقال إلى هذا المكان ربما يكون من الصعوبة تكرار الزيارة مرة أو اثنين أو ثلاثة لكن في قامات مع سنها ومع حجمها الثقافي والتنويري كانت تأتي إلى المعرض مرة واثنين وثلاثة واربعة كمان فهذا يدل على أن هناك شيء في الحدث هذا العام كان يستحق أن يأتي إليه هؤلاء طيب إحنا عايزين نفرج مساحة كبيرة كده لبرنامج الثقافي حضرتك المنصق العام للبرنامج الثقافي كان برنامج الثقافي مميز الحقيقة ومتنوع لو نتكلم عن ملامح هذا البرنامج البرنامج الثقافي بدأ من شعار دورة المعرض كل كلمة في داخل الشعار تضعون أمام محور من المحاور هذا المحور يجب أن يجتمل على الكلمة التي وضعت في الشعار المعرض طبعا مصر هي المضلة الكبيرة التي تحوي الجميع ثقافة وعلما وعلى كافة فروع المعارف وغيرها يأتي تحتها القراءة والإبداع والتفكير وهذا هو منطق الثقافة المصرية في هذه الدورة من المحاور المهمة داخل فعاليات المعرض اللقاءات التي كانت تبحث عن الأسماء التي وضعت شيء في الثقافة المصرية وفي الوعي الإنساني المصري سواء كان بالأداء أو بالكتابة كان اختيار الشخصيات كثير وكنا نود أن نأتي بالشخصيات جميعا لكن للوقت طبعا وقت المعرض 12 يوم أو 13 يوم لن يسمح بكل هذه الشخصيات كذلك المبادرات داخل البرنامج الثقافي والحقيقة عايز ألقي الضوء عليها أن معرض القاهرة ليس معرض وظارة الثقافة وحدها إنما هناك مؤسسات تناقش قضايا المرأة كان لهم داخل البرنامج الثقافي جلسات الطفل الإعاقة كل هذه قضايا داخل المجتمع يجب أن ينظر إليها لو أنني ألقيت الضوء عليها فقط عبر الكتب ربما لن يقرأوا الكثير لكن من خلال المناقشات والمحاورات وأن يرى المثقف أو القارئ أو الجمهور أمامه حوارات وجلسات سيتخذ من ذلك أهمية بالنسبة له ويبحث إن الدولة ترى هذا حقا فهو موجود داخل البرنامج الفنون الحرقية والأدائية وغيرها هذه تغزي الروح وكانت الوجبة التي تقدم داخل المعرض الحقيقة ترقي أحساس الناس وتعود بهم إلى النغم والفن المصري الأصيل بحكم أن الدورة كلها تجتمل على الهوية المصرية فإذا أردت أن أقدم للجمهور يجب أن أؤدي أو أقدم هوية الحقيقية صحيح الفقرة السابقة كان معاكم حد من المبتهلين أو الذين تماثوا مع واحد من القوى النعمة داخل مصر الشيخ محمد أمران قدم في المعرض أشياء مثل هذا القبيل كان عندنا أول يوم في المعرض الشيخ يسيني التهامي وهذا قيمة من القيم الثقافية الأدائية ليس داخل مصر وحدها وإنما في كثير من دول العالم الناس كانت وقفة على السلالة من قامة كاتش مكافية صحيح الطفل هذا الطفل هو المستقبل المصري الحقيقي لو نظرت إلى ما قدم للطفل داخل المعرض والحقيقة أنا زملائي في هذه الجلسات والورش وغيرها بذلوا كثيرا يعني رأيت بعيني زملاء يقدمون من وقتهم وجهديهم الكثير حتى ما كانوش بيستريحوا بين الورشة والأخرى فرحة وسعادة بمن حولهم من الأطفال فيريدون أن يؤدوا ليهم ويبذلوا ليهم أكثر ما عندهم حتى يخرج الطفل بشيء مهم من المعرض أن هذا مكانه وثقافته هي الأهم وتكوينه العقلي والنفسي يبدأ من هنا أكيد طيب فكرة التنسيق ما بين الأشخاص اللي بيحضروا الندوات وفكرة التنسيق ما بين الضيوف والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة يعني حتى اللي بيديروا الحوار أن أنتم كنتم مختارينهم ليقين على الموضوع أو ده بيعبر عن اهتماماتهم الشخصية يعني مثلا حضرت الندوة عن الأغاني الوطنية وصلاح جهين كان بيديرها محمد الشازلي ويعني هو الشازلي مهتم بشكل شخصي مثلا بالأغاني وعنده خلفية كبيرة جدا ففكرة اختيار كل تفصيلة صغيرة حتى لفت نظرنا جدا أن بعد أيام قليلة يمكن يومين ولا تلاتة لفت نظركم أن الأغاني اللي بتقدم من الدي جي غير مناسبة لأجواء المعرض فأعدتم مع الشباب وتكلمت معها فإن الأغاني اللي بتقدم لازم تكون بترتقي بالزوق العام وكانت الأغاني تغير شكلها خالص من الأغاني اللي فيها يعني لو يجوزنا استخدامت تعبير حبد يعني ويرازع وكلمات تسوقية لشكل مناسب جدا لمعرض كتابها تفاصيل صغيرة جدا تم التنسيق بينها عشان يخرج الشكل ده نبتدي من أول الشخصيات لغاية موصلنا لتفاصيل الأغاني عشان أعطي الحق لصاحبه طبعا أنا لو هشكر بدءا من سيادة الرئيس إلى أصغر شخص داخل المعرض على ما قدم لكل شارك فيه رئيس المعرض الدكتور أحمد بهيددين ومعه بقية فريق العمل لم يكن يهدأ لهم مستقر مكان إلا وتجدون في أي بقعة في المعرض يتابع واللفتة اللي حضرتك أو الملاحظة اللي حضرتك قلت عليها هو اللي كان شافها وأصر على أنه لا إحنا بنقدم هوية مصر ربما يكون فيه موسيقى حديثة أو غيرها لكن إحنا جماعة هنا في مصر ومصر الحقيقية وليست أي شيء آخر بخصوص الجلسات زي ما قلت لحضرتك فريق عمل كبير لم يكن فيه تظهر يعني ترتيبات الإدارية سواء كان رئيس أي أو لا الكل مشارك على مستوى واحد والكل يعمل بيده ما فيش حد تجدي حضرتك جالس أو حضرتك موجود دون عمل ترتيب الجلسات طبعا لازم يبقى فيه تواؤم بين الجالس والجالس بجوار حتى يكون هناك ثراء في الجلسة حتى يكون فيه استمتاع في الأداء ويخرج كل ضيف ما عنده برحابة فشارك معنا جانب كبير جدا من الإعلامين وحضرتك على رأسهم نللنا الشرط طبعا نللنا تحت هذه الرايا الكبيرة مصر نقدم الكثير يعني فشارك فريق عمل كبير جدا وأسهم دون أي شيء إلا أنهم يحبون هذا الوطن ودون أن يبدوا أي شيء غير المحب عظيم إحنا وإحنا بنتكلم دلوقتي عن الندوات كان فيه تنوع في محتوى هذه الندوات وإحنا جمهورنا أصلا جمهور متنوع كمان يعني الجمهور المصري القراء متنوعين فحتى هنلاقي فيه إقبال على ندوات كل الندوات كان عليها إقبال هنلاقي فيه إقبال على أنواع معينة من الكتابة فيه اللي بيقبل على الكتابة السخرة فيه اللي بيقبل على الكتابة الوطنية فيه اللي بيحب قصص الرعب فإحنا كجمهور متنوعة وكان فيه ندوات كتيرة ومتنوعة أي ندوات اللي كان عليها إقبال كبير جدا من الناس ونوعية الناس كمان اللي كانت موجودة في هذه الندويات النوعية الناس طبعا أنت حضرتك بتقدم وجبة كبيرة الداخل إلى المعرض ليس عدد قليل وإنما لو دخلي مثلا أقصى رقم هقوله مثلا 600 ألف في يوم واحد 600 ألف دول لن تجدهم جميعا في مكان واحد وإنما يتوزعون على المقاعات الندوات فتجد مثلا الكتاب الكبار كان لهم جمهور النجوم الفن الرياضة الأقلام الشابة ودي برضو من الحاجات اللافتة جدا داخل المعرض هذا العام والدورة السابقة يعني مثلا كان معنا يعني علشان منساش حد أسماء أعلام في الكتابة وشباب حينما يسمع داخل المعرض أو أرواق المعرض فلان موجود في القاعة الفلانية تجد جمهور ما بين الخامسة عشر وما بين الخامسة وعشرين سنة كله بيذهب إلى هذا النجم الكتابي وليس النجم الشاشة يعني ورش كثيرة مش هتكبروها شوي نتمنى ذلك نتمنى أنا يمكن من أمنياتي أن أرى الحجم لحضرتك تكلمت فيه في الأول يصل إلى ضعفه وضعفي أنا أتمنى أن نشوف في المعرض الكتاب عشر مليون شخص التواجد فيها كان كبير جدا الأطفال بتتحرك بمنتهى الأريحية الغريب أن لقينا أطفال كثير جدا جايين محددين هم عايزين يمكن من أول سن تسع سنين فما فوق كانوا وجود برضو الصناع المحتوى اللي هم بيتابعوهم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ده ساعد الولاد أنهم يبقوا متحمسين يروحوا يعني قابلنا أطفال وابني من ضمنهم مثلا محدد هو عايز يروح الجناح الفلاني اللي درنش الفرانية عايز هو بيتابعنهم من أنواع الكتب معينة رايح يجيبها وبيعملها لقيت مش هو بس لقيت كتير جدا من الأطفال عملين يسألوا في الأرواقة يعني أروح صالة كام مش عارفة إيه يعني تفاصيل صغيرة بقت كل واحد عارف هو رايح فين رجعنا الولاد الصغيرين أنهم هم اللي يختاروا ومش هم رايحين بس مع أهليهم وخلاص يعني هم بقى عندهم النية أنهم الوحدهم يروحوا معرض الكتاب طبعا صناعة المحتوى والرقميات طبعا هي عامل جاذب مهم جدا الشباب ربما لكن لما تجد حضراتكم هذا الانجزاب للطفل كمان فلازم معرض الكتاب يضع جانب ويضع في برنامجي شيء من هذا القبيل حضرتك طوافتي على صناعة المحتوى كان يعني إحنا بدأنا الدورة الفائتة بس لكن ما كانش بشكل قوي الدورة دي عملنا محور كامل لصناع المحتوى حضر فيه حوالي اتناشر شخص من عشر الاثناشر شخص كلهم شباب لهم قنوات ومحتوى ثقافي على اليوتيوب قنواتهم تشاهد بشكل جيد أردنا أن تكون تجربتهم في الواقع على منصة المعرض وعلى منقاعات المعرض فعوامل الجذب اللي حضرتك بتقولي عليها دي كانت موجودة مع الشاب ومع الطفل الطفل أنا بحاول أننا أجذبه بشتى الطرق إن لم يكن بالكتاب فبصناعة المحتوى بتقديم القصص المصورة وغيرها عبر الفي آر وعبر النظارات ثلاثية الأبعاد لأننا لازم نواكب ده لو لم نواكب هذا فكيف تكون الثقافة والوعي للطفل الذي يدخل إلى علم الرقميات أسرع مننا كلنا صحيح فكذلك في عمل جاد ربما يكون ظاهرا في الدورة المقبلة بإذن الله وهو تقديم مكتبة كاملة للطفل عبر السوشيال ميديا عبر الميتا فيرس يبحث فيها دون أن يكون متواجدا في المكان بالفعل ده مشروع بالتصنع الشركة التي أقامت أو شركة المتحدة عملت على هذا المشروع وهي تطور هذه المنصة للأطفال قريبا نشكر نشكر حضرتك شكرا جزيلا على المجهود لحضرتك كنت واحد من الناس اللي شاركوا فيه أن يخرج معرض الكتاب بهذا الشكل بشكل يليق بالفعل باسمه مصر شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا على الحضور وبالتأكيد التنسيق للدورة القادمة ومعضيف الشرف القادم من نرويج بكل تأكيد هيبدأ خلال أيام يعني حتى ما فيس وقت للراحة لكن ربنا معاك كل التوصيل العام للبرنامج الثقافي بمعرض الكتاب ألف شكر أنا لشكر لحضرتكم